شكرا ليا زميل العنود الصوري من مركز الأخبار اللي عرفتنا على آخر الأخبار من صحيفة الخليج مشاهدين ازدادت مخاوف انتشار فيروس كورونا في الآوينة الأخيرة وتزايد الإقبال على شراء معاقمات الأيادي كحل واقي للتخلص من البكتيريا والفيروسات العالقة بها ولكن هناك أشياء يجب مراعتها عند شراء واستخدام معاقم اليدين لتكون نتيجة استخدامها فعالة في القضاء على هذه الفيروسات الحديث أكثر مشاهدين عن طرق استخدام المعاقمات لليدين استعدنا استضافة الدكتورة ندى الملة أخ صاي أول طب أسر صباح الخير وحياة شاء الله معنا في صباح الشارقة عياكم الله صباحكم مرد نور دينا حياة شكرا الله يحفظ دكتورة بالفعل موضوع مهم جدا راح نصلت الضوء عليه إن شاء الله وطبعا يعني مثل ما تعودنا في كل سبوع نتكلم شوي في جانب عن جوانب مرض كورونا ولكن يعني الجدل اليوم حول الوقاية من هذا الفيروس طبعا ومشاء الله نلاحظ في الأولى الأخيرة انتشار المعاقمات وحتى المنادل المعاقمة التي تساعد طبعا في الوقاية متى تصير هذه المعاقمات مضرة على صحة الإنسان؟ أو شيء صباح الورد طبعا فيروس كورونا المسجد نريد أن نقوله ليس فيروس يديد هو فيروس موجود من زمان لكن هذه السلالة ليديدة نعم الوقاية لو نركز على الوقاية فلازم نركز أنه كيف ينتقل الفيروس وأعتقد الناس صار عنده علم ما شاء الله في طريقة انتقال هو عن طريق الرداد لما نكح أو نعطص الرداد يحمل الفيروس بالتالي لو أنا عرفت أن هذا الرداد ينقل الفيروس أنا عرف كيف أحمل نفسي نعم الآن التوصيات منظمة الصحة العالمية مركز الأمراض السارية كلها يعتمد على غسيل اليدين غسيل اليدين بالماء والصابون هو خط الدفاع الأول وايدنا سألنا دكتور هل أخسل إيدي بالماء والصابون أو أستخدم معاقم؟ لا أخسل إيدك بالماء والصابون لو أنت حصلت ماء والصابون لأن الفكرة أن الصابون يكسر الدهون والبروتين الموجود في غلاف الفيروس لكن في ويد أحيانا أنت لا تستخدم إيديك طول الوقت يعني أنت قاعد في الدوام برع في سيارتك استخدام المعاقم الآن لما نقول استخدام المعاقم متى وأي معاقم جميل ليس أي معاقم أنا أقول أن هذا يستخدم لقتل الفيروس لازم يكون في نسبة من الكحول 60% لازم تقرأ وراء مكتوب يكون في كلمتين يا كحول يا إثانول الكحول لناتهم نفس الشي 60% في معاقمات جدا خفية فيها 10 أو 15 هذا لا تكفي لازم يكون فيه 60% كيف استخدم المعاقم تستخدم معاقم قبل وبعد لمس أي شي هذه الفكرة دائما يقول لازم كثير أنا أعقم قبل وبعد وأتعقم السطح ترونها حماية ثلاثية مثل ما نقول الناس تقول لازم عاقم قبل يمكن أنت عندك الفيروس تنقل للسطح فأنت تعقم قبل وبعد تعقم السطح كيف استخدم الحين معاقم كل معاقم وراه لو قرينا نلاقي الكمية الموصبة بها مكتوب 10 ملي مكتوب 5 ملي مكتوب 15 هو بالعادة لا يملأ باطن الكف و لازم نسوي طريقة تنظيف اليدين لو تظهروا الناس تقوموا بسرعة في الانترنت يجبون طريقة الصحيحة لتنظيف اليدين لازم نسوي الحركات إلى أن ينشف المعاقم للأسف نرى الناس ما يفعل تضع المعاقم فركت وخلصت قد تعقم ومعظم يتقصلا ما تعقمت و الزائد من المعاقم يصاروا يمسحون بالكلينيكس فأنت أصلا معاقمت إيدك لازم تمسح إيدك وتفرق إلى أن تتأكد أن المعاقم نشف من ذاته معناه هنا صارت عملة التعقم نعم دكتورة ندا يمكن هذا من جانب أهمية غسل الأيدي لو بنتحدث عن جانب آخر بعض الأشخاص قلنا نقول الغالبية لا تكترث في استخداماتهم في المعاقمات فالبعض يكتفي بغسل الصابون والبعض الآخر يستخدم المعاقمات نتكلم عن آلية أو عملية استخدام المعاقمات بالشكل الصحيح والفترة الزمنية بين كل عملية التعقيم هذا سؤال مهم مثل ما قلنا الماء والصابون هو خط الدفاع الأول إذا حصت ما يصابون استخدمه وخلي المعاقم معاك مثل ما قلنا لو أنت قاعد في المكتب لا تخصي إيدك طول الوقت المعاقم قبل ما تقعد على المكتب امسح مكتب وبعد ما تستخدم مكتب استخدم معاقم اليدين يجب أن نتأكد أن المعاقم المناسب للسطح يعني فيه ناس تقول لك زي الدكتورة سكان السيارة أنا كيف عقمها دائما نقول استخدم المعاقم المناسب للسطح أنا مو في قصود نحن نخرب الأسطح مثلا الخشب مفوض فيه معاقمات معينة لا تستخدم معاه كل سطح يجب أن نستخدم معاقم المناسب لا ونرد نقول تريدون معاقم لين ينشف لا تستعيلون عليه يعني الناس تحط عقب تمسح مرح وراء بالكلينكس تريدون معاقم تماما لين ينشف ونضفوا إيدكم بعد ما تخلصون ويفضل يفضل مثلا كل ساعتين ثلاث ساعة تنشون تخسرون إيدكم بالماء وصابون جيدا كل ثلاث ساعات كل ثلاث ساعات على الأقل يعني يعتمد بعد مثلا لو أنا قاعدة في كاونتر يوني مراجعين أنا فضل صراحة كلما سنحت الفرص على كل ساعة تقدر تخسل إيدك اخسل إيدك وأنا دائما أقول للناس لا تستطيعون تعرض للشخص لجدامك اخسل إيدك قاما يعطيني أي ورقة لازم يكون الحماية من الصوبين أحيانا الناس تقول أنا نزل أتعامل مع متعاملية أستحق قاما يعطيني الهوية اخسل إيدك لا قل له عطل معاقم خلي نظف إيدك بعدين سلم الكياتر يأخذ أحد الطرق انتقال الفيروس صحيح صحيح الدكتورة كذلك هناك نقطة جدا مهمة نتكلم عنها البعض يلبس قفاز ويقول أنا خلاص لبس قفاز ووقاية صح القفاز طبقة تحمي اليد ولكن ما هو الفكرة أننا نغسل أيدينا لأننا بشكل عام نلمس عيوننا فمنا نمفنا فبالتالي هي طريقة سهلة لينتقال الفيروس من الأسطاح إلى الوجه فبالتالي حتى لو أنت بالقفاز يوّت سطح ملوث ويوّت ويهك سينتقال الفيروس تكلم عن هذا هذا موضوع جدا مهم هناك موضوع نفسنا حتى في الجمعية لابس القفازات أنا عن نفسي لا أشجع لابس القفاز لأي شيء يستوي ممكن تكون لابس القفاز ثمان ساعات لا تنظف القفاز أبدا والقفاز أصلا لا يتنظف ماروما يقول اغسل إيدك وانت لابس قفاز فالناس يستوي وعنده حس عالي بالأمان لابس القفاز معنا عادي بل مسئدي بل مسوهي ترى أنت نفس السطح اللي أنت الملوث بالقفاز أو من غير القفاز قاعد تنقل العدوى فأنا أفضل ما تلبسون القفاز القفاز خلوا فقط للطواقم الطبية لتعاون مع المرض مباشرة لكن برا في جمعية نظف إيدك امسح الترولي كامل خصوصا يدي الترولي وامسكها وبعد ما تستخدمها رد نظف إيدك لكن تلبسون القفاز لأن الناس أنا أدري يلبسوا قفاز 6 ساعات في إيدك وهالقفاز لا تنظف ولا تعقم والله يخليكم لا يخسر القفاز هناك ناس يقولون يخسروا بالماء والصابون ما يستوي يأثر على مسام القفاز يستوي منفذ يعني كانك أنت ملابس ولا شيء في إيدك لن نلبس قفاز دكتور نتكلم عن جانب آخر أنت كما أسلفت في البداية ذكرت عن نسبة الكحول الموجودة في المعاقمات 60% ماذا عن طبيعة الجلد المتحسسة أو المعرضة للحساسية طبعا أحيان مع موجة الكورونا الناس صارت عندها يعني مشكلة طالعة طلعت اللي هو الناس عندهم إكزيمة أو حساسية أو يسمون جفاف شديد في الجلد بالضبط طبعا دائما نقول الفايدة والضرر الفايدة أنه يقول نفسه مصاب بالكورونا الضرر طبعا جفاف الجلد فنقول دعوا المعاقم ينشف تماما بعد ذلك لا يمكنك استخدام أي كرة المرطب لا يوجد مشكلة مباشرة مباشرة عادوث يجب أن ينشف المعاقم تماما ونتأكد أننا لا نمسك المرطب قبل أن نعقم إيدنا أنا قاعدة أنقل الفيروس نفسي لأننا ملوث وأمسك المرطب فعقموا إيدكم أول شيء بعد أن نمسكوا المرطب ورطبوا إيدكم لا يوجد أي مشكلة والناس صحيح صحيح دكتورو بالنسبة ل نقطة جدا مهمة لذكرتها مسألة أن الأشخاص يمكن لم يكن يعرفون أنهم حساسية من بعض المعاقمات فبالتالي قاموا يكتشفون هذا الحل وحلو أن الواحد يعقم يدهم بعد أن يستخدم أي مرطب لترطيب اليد بشكل مستمر السؤال المهم هنا دكتورو هل المعاقمات تقي يعني واحد مثلا يشتغل وخلال ثلاثة أو أربع ساعات لا يستطيع أن يغسل يده هل المعاقمات تقي من كورونا أم لا نعم إذا اتبعنا الفكرة من المعاقم أنه يبطل الفيروس أو يقتل الفيروس بالتالي لما ألمس العين أو الأنف أو الفم أنا لا أقل الفيروس النفسي فمهم جدا لذلك يجب أن تتأكدون وإنكم تشتغلون في مكان في حركة كثيرة علي ويد لازم تنظف إيدك بين متعامل ومتعامل يعني في هالفترة لا يوجد وقت يقول أنا لم يكن لدي وقت أن نظف إيدي لأنك بسهولة تنقل نفسك وتنقل لمجموعة من الناس بين متعامل ومتعامل نفس ما نحن أطباء نسوي قبل نحن أطباء بين مريض ومريض يجب أن نظف إيدنا كامل في هالفترة أي موظف يشتغل على أي كونتر على أي مكان بين متعامل ومتعامل نظف السطح ونظف إيدك اعتبر كل متعامل جدامة كل شخص عنده كورونا عشان تحمي نس وكتحمي المجتمع نعم دكتورة ولكن يعني في هذه الجائحة العالمية والأحدث في تاريخ البشرية فيروس الكورونا لاحظنا أيضا أن غالبية الناس تستخدم المعاقم بشكل مبالغ فيه فكيف نقدر نحن يعني نعطيهم إرشادات عامة ونقدر من خلال ونوضح لهم أن المبالغة في استخدام المعاقمات تضر في صحتها وكذلك في جلد البشرة طبعا مثل ما نقول مثل أني عقمت يدي وعقمت السطح وأنا قاعد ما لمس أي سطح آخر طبعا لا منوع السلام في الفترة أبدا بس أنت السلام ولا مواية ولا شيء بس أنا قاعد مثلا ساعة بس أنه لا دخل عليه حتى نفس السطح أنا قاعد عليه لا يوجد داعي أن نزيد من استخدام المعاقم الفكرة إذا أنا مثلا نشيت ورحت مكتب ثاني هيا أعقم إيدي قبل المسطح في المكتب الثاني بس طالما في نفس المكان السطح التعقم ما دخل عليه حتى عادي جميل جميل يعطيك العافية دكتورة نحن سعيدين بوجودت معانا ونتمنع إن شاء الله من الناس دائما اتباع الرشادات الوقائية من هذا الفيروس أزمة وتعدي إن شاء الله والله يحفظ الجميع شكرا لوجودت معانا شكرا يعطيك العافية شكرا يعطيك العافية إذن كل الشكر والتقدير للدكتورة ندل مولة أخصائي أول طب أسرة أما الآن مشاهدينا شرايكم ننتقل إلى فقرة سوق الجبال مع زمينا سلطان الشمس اللي بعرفنا على أنواع الخضار والفواقف اللي نتابع سويا